السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت ولمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الأحرف الصوتية وكيف ألفظها داخل الكلمة الإنجليزية إذا كانت مزدواجة يعني مضاعفة يعني حرفين صوتيا معا كما نعلم الأحرف الإنجليزية 26 letters إذن 26 حرف مقسومة لقسمين المجموعة الأولى نسميها vowel المجموعة الثانية consonant إذن أحرف ساكنة نحن حديثنا عن vowels إذن أحرف الصوتية كما نعلم عندنا 5 vowel letters خمس أحرف صوتية 21 consonant letters أحرف ساكنة الأحرف الصوتية عندنا A-I-O-U-E كما قلنا سابقا هذا حرف الأو يمثل face الوجه عندنا الأي يمثل eyes العيون طبعا عندنا حرف الأي نوز الأنف U mouth الفم ولدينا E-Ears مجرد شكل توضيحي لكي نعرف هذه الأحرف الصوتية درسنا كيف ألفظ الأحرف الصوتية مثلا لو يأتون دبل مع بعض A-I أو E-I-O-U-A-U بحيث أستطيع أن أقرأ باللغة الإنجليزية بشكل صحيح كما نعلم اللحظة الصوتية O-A-I-U-E نبدأ مع E-E إذا جاء E مع A الحالة الأولى ننفذه E طويلة E الحالة الثانية A seat نلاحظين seat نعرف حرف الأس T seat إذن E-E E طويلة بنا هنا head على طول ننفذها head لنقول head teach نلاحظين طبعا نعلم CH ننفذه teach يعلم dead لحظين dead لن نقول dead dead lead lead يقود breath لحظين لن نقول breath breath تنفس clean لحظين in clean طبعا نعرف read يقرأ بين هذه read بل معضي read قرأ read نفس الكتابة لكن مختلفة باللفظ please please death dream dream death death mean mean لحظين إذن إذن الأولى لحظين إذن الثانية نلفظها أ seat teach lead clean please dream mean head dead breath red death death ممكن شخص يسأل متى نلفظها إي متى أ طبعا في قاعدة معينة لكن من خلال الممارسة ومن خلال القراءة المستمرة تكون لدينا الأمور واضحة لكن هذه نقطة علام أو دليل استأنس بها أثناء اللفظ إذا كان لدينا دبل اي اللفظة اي طويلة أيضا سي بي ديب كيب ويك سي بي طبعا دائما حرف ال اي بآخر الكلمة لا يلفظ لا نقول لايكي لايك تيك لا نقول تيكي إذا الحرف ال اي يكتب لكن لا يلفظ تيك إذا كان مضاعف مثل عندنا دبل اي بالأخير يلفظ اي طويلة ثري فري سي تري ثري فري سي تري لكن اي بآخر الكلمة لا يلفظ إذا كان عندنا حرف اي اي نلفظه اي طويلة اي او يكون اي لاحظ الحالة الأولى اي مع هذه الكلمات الحالة الثانية اي تريدنا سي لنقف سقف ايت لاحظ جي اتش طبعا ما تلفظ ايت إذا اي اي مثل باللحف في الانجليزية عندما ننفضها اي بي سي لحف اي اي بي سي دي اي ملاحظة إذن اي اي سي ايت بي 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 طعن نلفعل بي نفعلكون ام از ار بي 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 ري 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 ويت ويت سي بي بي ري بي ايت بي بي ويت اذا كان عندنا حرف اي اي ننفضه اي مثل عندنا اي بي سي اي تيل بين رين مين تشا فيا اذا تيل اي اي ننفضه اي تيل بين لاحظين اي بين رين 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 مين 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 تشا تشا فيا 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 أيضاً A إذن إذا جاء عدنا حرف A-I ننفضه A tail pain rain main tear fail عدنا UA ننفضه و و مثل عدنا January February February ممكن الأر ما ألفظه يعني ألفظه كلمة February رواري أو مباشرة فيب مباشرة على اليو February يوجولي أو ننفضه يوجلي جانيواري فيبريواري بس الأسهل أنه اللي أعلم على الفضه فيب يوجولي A U ننفضه أو cause cause فوسيت فوسيت كوشن كوشن سوس سوس دوتا دوتا إذن نفضه أو أو جانيواري فيبوري يوجولي cause فوسيت كوشن سوس دوتا لدينا حرف أو بكلمات الأولى ننفضها أ أو ننفضها أو تلعيدنا tough لاحظ أ tough tough جي أتش طبعا بأخذ الكلمة نفضها بهذه الحالة أف tough enough enough لاحظين أ enough rough 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 جي أتش نفضها أف بهذا الحالة أو بوت ثوت سوت بوت ثوت سوت إذن أو بالحالة الأولى أ أو tough enough rough بوت ثوت سوت إذا كان عادي ندبل أو ننفضها أو تو هوف روف فود تو هوف روف فود أيضا ننفضها أو بوك بوك فوت فوت ود ود هوك هوك ملاحظين هنا فو ملاحظين فود هوك ود فوت بوك تو هوف روف فود بوك فوت ود هوك هوك هي نسميه كلاب أو معلاق لسنارة الصيد يربط بآخر سنارة الصيد نسميه كلاب أو معلاق لصيد السمك لدينا أو أي نفضها أو بوت رود جول سوب جوت فلوت بوت بوت رود جول سوب جوت فلوت ننفضها آخر مرة فلوت جوت سوب جول رود بوت أو أو أصبع القدم ف عدو أو مجرفة أو معول دو ضبية يعني أنثى الغزال اي الدبليو نفضه او اوفل اوفل كلو درون لو جو اذا نفضه او اوفل كلو درون لو جو سنو بيلو نو شو سلو يلو سنو بيلو نو شو سلو يلو هذا الشكل انهي درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن احرف الصوتية وكيف يلفظها اذا كانت مضاعفة في الكلمة الانجليزية تساعدنا هذه الطريقة على لفظ الكلمات بشكل صحيح اذا كانت الكلمة قصيرة او اذا كانت طويلة مجرد ما اشوف هذه الحروف المزدوجة او المضاعفة بمكاني ان الفضها بشكل صحيح اتمنى قدمت شيء الفايدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته